نروح للأستاذ حسام المندو عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك ونقول له مسائل خيرة كابتن حسام ألو دكتور حسام ألو ألو يا دكتور يا سيد شادي إزاك يا دكتور نغبارك إيه؟ بل خير بل خير وممروك كده وموافق إن شاء الله الله يخليك دعمك دايما معنا كده إن شاء الله موافق دايما يا سيد شادي إن شاء الله دكتور حسام إيه رأيك في التصريحات اللي قالها النهاردة السيدة الوزير أشرف صبحي في البرلمان المصري وحدك أحد أعضاؤه يعني قال إنه قرار عودة شيكابالة المفروض دايكون مفاعل فورا هل أنت شايف إنه شيكابالة ممكن يلعب مباراة القمة؟ أولا النهاردة حيه كان فيه جالسة مهمة جدا في مجلس النواب في لجنة شيكابالة برئاسة الدكتور محمود حسين وكان معايا الوزير الدكتور أشرف صوفي كان موجود الموانسة شام حطب وقس اللجنة المجلس النبية كان موجود وعدد كبير عدد مش قليل للنواب أصار النقطة دي نقطة تنفيذ الأحكام النتيجة عن مركز التسوية والتحقيق كتير يعني مش حيمش واحد والتين المتنوعة كبيرة أصارت النقطة دي مش بس للموقف الحالي اللي احنا فيه ولكن لأهمية سيادة القانون صحيح احنا عندي لجنة مفروض بالقانون أحكامها بأحكام قضائية فإحنا مطالبين في الدولة المصرية أن نحترم الأحكام القضائية دي لسيادة القانون فكان هو ده المنطق هو ده المبدأ بتاع الثوار فقلنا في هذه الأيام فيه موضوع بالخاص بشيكبالة فلما يكون صادر قرار من المركز المركز التسوية والتحكيم بإيقاف القرار الخاص بأقوبة الشيكبالة يبقى لازم هنا اتحاد الكورة ينفذ هذا القرار منتشاف اتحاد الكورة ينفذ القرار ده؟ المهورات دي جالنا حيبة من وزير الشياب ورياضة التسوية الصوفي أن هذا القرار ملزم لاتحاد الكورة وبرضو دكسي إمهانزة إيشان حاطب أكد على هذا المعنى أن هذا القرار ملزم لاتحاد الكورة طب ماذا لو لم يمتسل اتحاد الكورة لا لكلام الوزير ولا لكلام البرلمان ولا لكلام اللجنة الأولمبية ماذا نحن فاعلون؟ لأ ما هو إذا برضو إحنا الدولة مش هتضار كده يعني أنا بالوقتي عندي مجلس النواب النهاردة يعني أنا طبعا عادنا حالة أربع ساعات حين نهاردة في اللجنة بنتكلف موضوع كتيرة جدا خاصة بكورة القدم والاتحاد المختلفة والاتحاد الكورة يعني لكن النواتة بس المهمة العائزة هو ده تفضل أن الدكتور أرشف الصبحي وعد هو بالتواصل مع اتحاد الكورة وبرضو المهمة الشمال حطر هيكون يعني لي دور إن شاء الله بحيث أن الزام باتحاد الكورة بتنفيذ القوانين والأحكام بكرة هيتم التواصل ده إن شاء الله ونشوف ينتج عنه إيه أيوة أنا موافع على الكلام ده لكن أنا بسأل ماذا لو تعنت اتحاد الكورة في تنفيذ طلبات أو تنفيذ القانون هنعمل ليه إحنا كالزمالك لا إحنا السؤال ده هيكون للوزير الدكتور أرشف الصبحي ماذا لو لم ينفذ الدكتور أرشف الصبحي الدكتور أرشف المجاهد القانون والأحكام القضائية دي فالسؤال ده هيكون للدكتور أرشف الصبحي والنهار ده وعد نحقيه إن الموضوع هو اللي هيتواصل معاه عشان حرصه على تنفيذ الأحكام القضائية وأنا برضي يا عزيز شادي هنا لا أعتقد أن المهاند صاحب المجاهد يعني يلاقي الموضوع بهذا الوضوح أن النص بهذا الوضوح أن مجلس النواب يتكلم فيه بهذه القوة والعرض الواضح جدا للمشكلة إجابة المعاين الوزير وإجابة أن المهاند الشام حفظ كانت واضحة جدا في النقطة دي فأنا لا أعتقد أبدا أن فيه مسؤول في الدولة يلاقي كل هذه الظروف على حكم ما وبرضه ما ينفذوكش ولكل حد في حديث بقى صحيح طب بالمناسبة أن مباراة القمة يوم الخميس هل إذا عرض على الزمالك أن يبقى حكام أجانب هل نادي الزمالك هيوافق أن يبقى فيه حكام أجانب أو لو عندهش مانا عادي بحكام مصريين والله أنا قبل كده يعني قلت هذا السؤال وقلت رايح إيه في وجود الزرد ما عندناش أي مانا خالص ولكن حكم هذه المباراة لازمي بعارف أنه هو يعني بيوزن بالدهب يعني فهو إذا فيه سك ربع في البليون عليه بسرعة أن يلجأ للبارد عشان ما يوردش نفسه في أي قيلة أو قال لأن المصر طبعا مصر حساس جدا والجماهير كلها منتظرة وما فيش شك أن الحكم أي نعم الحكم بني آدم وارد يخطأ لكن الخطأ في مصر زي كده بيكون تبعاته ومشاكله كتيرة ففي وجود الفارد ما عندناش مشكلة ولكن لا يوجد مبرر للحكم حقيقي أنه ما يستعنش في الفارد في الصغيرة أو كده هل عندك معلومات حوالين من الحكم المصري اللي ممكن يكون مرشح لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي؟ لا ولا أستعنش في الزمالك والأهلي تمام شكرا دكتور حسام وأسفيع لإزعاجك ودايما متواصلين معك لتطلعنا على كل ما هو جديد ويخص نادي الزمالك إن شاء الله شكرا